مرحبا بكم قوانين اثنين من أصعب القوانين بجلسة وحدة العفو العام والأحوال الشخصية سوى جدل شبير حول أنه الموضوع صار مساومة بين القوى السنية والإطار التنسيقي قوى الشيعية تسمي قانون العفو العام بالقانون السني بل وحتى أكثر من ذلك من قالت عنا النائبة زينب الموسوي عن كتلة صادقون أن هذا القانون قانون إطلاق صراح الإرهابيين شدوا جذب بين السنة والشيعة بالبرلمان وصل بي الحد بنواب عن الإطار يقولون إذا ما يمر قانون الأحوال تحلمون انمرر قانون العفو العام قوى الإطار كانت أمام خيارين لا ثالث لهما لو ينطي القوى السنية مكسب بالتصويت على العفو العام وبالمقابل يحصل على قانون الأحوال الشخصية لو يرفض القانون قانون العفو العام ويخسر الأحوال الشخصية في جانب موازي الورقة السياسية كانت مثل المستمسك اللي أجبر الحكومة على تمرير القانون مقابل دعم سني لحكومة السوداني بين قوسين اتفاق حكومة السوداني يهمها إقرار هذا القانون لأنه هي اللي دزت التعديل للمجلس النواب وهمات راح تكسب الشارع السني والقوى السنية كذلك بس تسريع عمليات إعدام حصلت قبل أشهر بالسجون العراقية خلى هذا التخوف من أنه هذا القانون ما راح يشكل فارق شبير بالثقة بالحكومة رغم أنه وزارة العدل بيّنت أنه المعدومين كانت نافذة بحقهم أحكام إعدام والعدد اللي انتشر بمواقع التواصل غير صحيح بسرد سريع هذا القانون صوت عليه بالبرلمان بـ 2016 واستثنى منه جرائم أبرزها الجرائم الإرهابية كان ينص على إخلاء سبيل نحو عشر تالاف معتقل بين 2016 و2023 بسنة 2022 وضمن ورقة الاتفاق السياسي تم تعديل بند واحد فقط على فقرة المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية لكن يا ترى هل سيتم تطبيق هذا القانون فعلا لو تم إقراره؟ ما الضامن بتنفيذه بشكل محايد على الجميع وتلتزم بإدارات السجون؟ ما الضامن من عدم دخول اللاعب السياسي في هذا الموضوع وربما يدخل على خط القانون ويبدأ يضغط على إدارات السجون حتى ينفذ هذا الشيء بطريقة انتقائية معروف البلد ماشي بالاتفاقات السياسية أكثر من العرف السياسي والدستور والقانون الرحب بضيوفنا الكرام الخبير في الشأن القانوني الدكتور علي التميمي من بغداد المحلل السياسي صلاح الكبيسي من أربيل والباحث في الشأن السياسي حسين الكناني من بغداد مرحبا بضيوفي الكرام أبدويا دكتور علي دكتور إجي هذا التعديل بتعديل واحد تعديل تعريف الإرهاب شنو هذا التعريف وليش الاعتراض عليه الآن من الكتل النيابية نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي المحترم وضيوفك الكرام وسادة المشاهدين طبعا للمنهاج الوزاري للرئيس السوداني مثل ما تفضلت بالنسبة لتعديل قانون العفو رقم 27 اللي عام 2016 جاء به مادة واحدة هي عادة تعريف معنى الانتماء وعندما نرجع إلى تعريف معنى الانتماء تحدث طبعا فسرته محكمة التمييز الاتحادية في قرار إلها في عام 2016 أبان العفو السابق بأنه الانتماء المجرد الانتماء الفكري فقط اللي لم يقترن بسلوك إجرامي أو اشتراك بالجريمة أو مساعدة أو لم يرد اسم المحكوم بالسجلات الأرهابيين وأيضا لم يرد في إفادات المتهمين الآخرين يعني قالت بحكمة التمييز في تفسيرها أنه هذا الانتماء لا يمكن أن تنطبق عليه المادة أربعة من قانون مكافحة الأرهاب 2013 وإنما ينطبق عليه مواد أخرى لأنه الركن المعنوي لارتكاب جريمة الأرهاب هنا غير متوفر وكذلك الركن المادي فهنا يعني ربما تنطبق عليه المادة 372 من قانون العقوبات وليس المادة أربعة أرهاب هكذا كان تفسير محكمة التمييز هذا هو اللي وصل إلى البرلمان لكن احنا بحثت بصراحة عن نسخة من مسودة مشروع قانون العفو أو تعديل قانون العفو 27 لم أحثر عليها لكن تصريحات بعض النواب يمكن أن نبني عليها أنهم يريدون إحداث تعديل أو أحدثوا تعديل في القراءة الثانية من خلال شهادة متهم على متهم البخبر السري انتزع على اقتراب النقر هاي نقاط الثلاثة متهم على متهم أستاذ علي بس قبل ذلك أنا سامع لك تصريح سابقا قلت أنه القانون مال 2016 لما كنا نترافع عن محتجزين يعني كانت تواجهنا مشاكل شبيرة أنه لجنة داخل لجنة وانتظر جواب وما عرف إيش هاي قدر يحلها التعديل الجديد مال القانون هو يعني مسألة إعادة التحقيق وليس إعادة البحاكة بشوف هاي النقطة مهمة جدا أستاذ علي لأنه أنت ما ممكن أنه تعيد المحاكمة أو تقرر في قانون عفو إعادة المحاكمة لأنه هذا يعتبر يعني تجاوز على القضاء وهذا عمر غير ممكن لا أنت إعادة التحقيق نتيجة لانتزاع الاحتراف بالإكرار هذا ممكن أنه يكون في تشكيل محاكم متخصصة ولجان استيناف للتمييز في تلك المحافظة في كل منطقة إعادة التحقيق من قبل محقق القضاء هكذا إحدى مسودات المشروع القانون قرأت هكذا يعني ليس هاي الجديدة أكثر من مشروع نزل في اليوتيوب أيضا عندك شهادة متهم على متهم إحنا عدنا في قانون وصول محاكمات الجزائية من متهم ينكره أكو متهم وهذا يجي يحترف عليه حتى يكون شاهد عليه بالنتجة يكمل بقية الأذلة هاي ثلاثة المادة 47 من قانون وصول محاكمات الجزائية انتزاع احتراف المخبر السري العفو يعني هذه الثلاث نقاط يبدو هي اللي مركز عليها في هذا المشروع ماذا يحتاج؟ يحتاج في كل منطقة استينافية قلت لك محكمة التحقيق حتى تعيد التحقيق ومنطقة استيناف للطعم في قرارات المحكمة ومنطقة ولجنة تمييزية في مجلس القضاء على أكثر من اللجنة حتى تكون تمييز هاي يعني أتوقع هكذا هي الصيغة اللي راح يكون عليها طبعا هو بي يعني الاستثناءات أكيد يعني استثناءات لابد من ذلك تعرف حضرتك يكون جرائم ارهابية القتل للتنازل المدعب بالحق الشخصي صحيح مثلا تجارة المخدرات الجرائم الاقتصاب هذه دائما في كل قوانين العفو تلقاها هي غير مشمولة طيب لكن لربما تكون شروط أخرى مثلا المدة الغرامة يعني لم أطلع حقيقة على مشروع يعني يحتاج حتى يعني أنا سمعت نواب حتشوا عن موضوع تجارة المخدرات وقالوا يحتاج يتخفف الموضوع خاصة المغرر بهم يعني هو مغرر به يعني من المفترض أن ينشمل لك بطريقة يعني يعالجها القانون خليني أنتقل ربما المدة ربما المدة يعني المدة اللي يقضيها ربما الغرامة ربما يعني أنتقل للسيد صلاح الكبيسي مرحبا السيد صلاح هل القانون الجديد هو التفاف على القانون الأصلي؟ حياك الله أستاذ محمد تحية لك ولو ضيفيك الكريمين يعني للأسف الشديد قوة سياسية كثيرة ومطالب شعبية تطالب بتعديل قانون العفو العام منذ السنوات رئاسة البرلمان القديمة ولا أريد أن أدخل بهذا الجانب السياسي لأن هذا واقع حال الرئاسة السابقة لمجلس النواب قصرت كثيرا وتماهت كثيرا في إقرار قانون العفو العام حتى أخرجت هذه الرئاسة ثم بدأت بعض الكتل تطالب والمطالبات للأسف هي شكلية عملية إعلامية أمام الجمهور ما تفاجئنا به أخي الكريم أنه اليوم التعديل الذي وصله إلى مجلس النواب لا يوجد أي تعديل هو بالعكس هو تجديد تجديد وقد نقع بإشكاليات أخرى كل ما وصل إلى مجلس النواب هو تعريف أو إعادة تعريف مادة الانتماء ما هو الانتماء طيب كيف أعرف هذا الأمر وكيف ستكون مخرجات التعامل مع التعريف الجديد يعني الأمور المقترحة أخي محمد يعني ستكون وطأتها كبيرة على مناطقنا التي كانت المجاميع الإرهابية تسيطر عليها يعني أنا اليوم تحت سطوة السلاح وتحت تهديد مجاميع إرهابية وتحت رحمة هذه المجاميع ويطلب أن أتولى دور الأجهزة الأمنية التي ألقت سلاحها في حينها وتخلت عن هذه المدن هذا الأمر غير منطقي يعني كل إنسان تحت تهديد السلاح يكون فاقد للأهلية فاقد للقرار وبالتالي كيف سيعرف مادة الانتماء الانتماء يجب أن يكون بمن تلتطقت الطرف المقابل أستاذ صلاحي يقولك أنت راح تسوي فاض فاض كلش يعني أنا ما ريد بهذه الطريقة أي شخص ينشمل بهذا الموضوع لا شوفه محمد هو الموضوع ما بي أخي إحنا اليوم ما نريد ندافع عن الإرهابين ولا نريد ندافع عن من تلتخت أيديهم بالدم العراقي ولا نريد ندافع عن من كانوا السبب في سقوط المدن مدن بيد الإرهاب وكانوا سببا في إراقة الدم وضياع الأرض لكن الذي نطالب بأخي المواطن الذي يعني كان ضحية هذه التنظيمات وانقطعت بي السبل وبالتالي ما ممكن أخي اليوم تجي لسجلات يعني داعش كان في هذه المناطق يعني اليوم من نجي نريد نعيد صياغة التعريف يجب أن يكونون عندي أشخاص ضمن اللجنة عايشوا عايشوا هذه الأحداث ويعرفون طبيعة نظام اللي كان سائد في هذه المدن تحت سيطرة القوة الإرهابية أخي السجلات كانت تدفع عمال إلى بيت المال كان يجبر التجار ويجبر حتى الموظفة اللي كانت أوضاع جيدة يجبر التاجر يجبر المزارة على أن يدفع عمال طيب هذا من يدفع عمال ما رح ينزل اسمه في السجلات التنظيم الإرهابي طيب هذا هو ضحية بالأساس كيف أنا أكون اليوم يعني جلاد على الضحية اللي هو كان سبب سبب بتقصير أجزاء أمنية سبب بالفساد اللي كان مستشري للأسف الشديد وأنه شنو هي بضع سيارات تأتي وتسقط مدن كاملة وأمامهم جيش عراقي بطل لكن كان هناك تخاذل كان هناك فساد أثر على هذه المنظمة وبالتالي أنا أرى أن المواطن الذي يبقي في هذه المدن كان ضحية الإرهاب الأولى والمواطن الذي يبقي كثير للعلم كثير حتى من أعوال الدواعش أنفسهم نحن عايشنا تلك الفترة كانوا هم ضحاية تنظيم الإرهابي تبايع أو لا تبايع إذا ما كنت تبايع قتلك وبالتالي حصلت جرائم قتل من أخلي أخوه أو من ابن عم إلى ابن عم وهذا الأمر يعني ما يلعب علي المواطن أخي الكريم خلينا ننقل هذه التساؤلات سيد صلاح للبحث بشأن نسياسي حسين الكناية سيد حسين شنو موقف الإطار أنا وجهت تحييتي للأخوة الضيوف نسيت أنه وجه أعتذر جدا طيب سيد حسين شنو موقف الإطار التنسيقي من قانون العافو العام لو الأفضل أنه نسأل شنو موقف الشقين داخل الإطار التنسيقي الشق المتعلق بالسوداني والشق المتعلق بالمالكي بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام ولضيفيك الكريمين لا ريب أنه قانون العافو العام يعتبر أيضا من القوانين الجدلية التي تحتاج حقيقة إلى دراسة معمقة بالتالي هناك انقسام ليس فقط في الإطار التنسيقي حول عموم أو خصوص هذا القانون حتى الشارع الآن أيضا منقسم لأنه هناك الكثير من حقيقة من التصورات أو التعريفات التي عرف على أساسها أو يراد أن يتم تعريف العفو على أساسه في الكثير من النقاط الغير واضحة بالتالي ممكن أن تكون مدخلا لإطلاق صراح بعض المتورطين طبعا هذه النقاط أنه مسألة إعادة المحاكمات أيضا مسألة تعريف الانتماءات الانتماء إلى تنظيم القاعدة أو داعش كل هذه نقاط ممكن أن تكون مدخل على إعادة محاكمات بعض المتهمين أو المتورطين أو الإرهابيونهم بالفعل بالتالي ممكن أن يكون تعاد مسألة محاكمتهم حتى لا نتوسع أكثر خلينا به النقاطين يعني إعادة محاكمات أسألما تكون هناك أشخاص اعترفوا تحت التعذيب انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب أو بوشاية مخبر سري شنو المانع أنه تنعاد المحاكمة والقضاة اللي عندنا قضاة جيدين يعني يعرف أنه هذا تحت التعذيب أو يعرف أكو دلائل وقراء يقدر يستند عليها مسألة إعادة المحاكمات طبعا هذا هناك تعديل سابق في العفو الذي سبق وبالفعل تمت إعادة محاكمات وتم تخفيصهم من الإعدام إلى المؤبد وأيضا مسألة إعادة المحاكمات أيضا ممكن أن تكون مدخل لإطلاق صراحة أولا هذه طبعا مخاوف يعني مسألة إعادة المحاكمات أو إعادة التحقيق إعادة المحاكمات يعتبر طعن بالقضاء وتشكيك بالأحكام القضائية التي صدرت بحقها أولا أستاذ حسين إذا عندك مخاوف أنه القضاء ممكن يطلع إرهابيين على قولتك عادة ما تكون يعني هذه القرارات قرارات سياسية بالتالي تصدر من جهات عليا وجهات تنفيذية يتم إعادة تحقيق في الكثير من هؤلاء أو إعادة يعني إعادة توصيف الانتماء أو عدم الانتماء كل هذه تعتبر يعني تثير مخاوف بعض يعني بعض القوى السياسية وبعض المراقبين وحتى بعض المكونات نعرف جيدا أنه انسحاب الممثلية عن الآيزيديين واعترضوا بشكل واضح وصريع عن مسأل التصويت أو إدراج قانون العفو للتصويت نحن لسنا ضد أن يكون هناك عفوا خصوصا بحق الأشخاص الذين ممكن أن يكونوا تورطوا بشيء أو بوجهوا بآخر يعني ليس بعمليات إرهابية بقدر ما تورطوا بجماعات إرهابية لابد أن تكون الصورة واضحة حتى ترسل رسائل تطمين لعوائل الضحايا للشهداء خصوصا أن الكثير من هؤلاء أياديهم ملطخة بالدماء العراقيين ينبغي أن يتم حساب هذه القضايا بالدقة كبيرة حتى لا تكون هذه رسالة سلبية ويكون هناك طمع للكثير من الإرهابين بإطلاق صراحهم ونحظنا أن الكثير من هؤلاء تم اعتقالهم في فترات سابقة سواء من قبل الأمريكان أو قوات الحكومية العراقية عادوا مرة أخرى بجرام أكثر بشاعة وأكثر خطورة حتى مسألة الانتماء يا سيد اليوم يعني حتى في الدول الغربية تعاقب وتحاسب كل من ينتمي للنازية بمجرد يعني أن يرفع شعارات للنازيين حتى حزب البعث يعني حزب البعث كان يحكم بالإعدام على كل من ينتمي إلى حزب الدعوة سواء ارتكب أو لم يرتكب يعني لمجرد الانتمام هو قد يشكل جريمة بالقوانين الدولية وحتى القوانين المعمول بها يعني في أغلب دول العالم من هنا مسألة الانتماء سيد حسين وما تأخذ النظام السابق كشاهد يعني أنت تسوي مثلا مثلا يعني لا لا أتكلم لا لا أتكلم بصورة عامة يعني مو فقط النظام السابق الكثير يا سيد شوف اليوم إذا يوجد خمس أفراد وارتكبوا جريمة ما يعني لا يتم حتى بحكم القانون الحالي المعمول بها وحتى القوانين لا يتم محاسبة فقط من نفذ بيده هناك اشتراك بالجريمة هناك دعم لهؤلاء الارهابيين هناك من قدم التسهيلات كل هؤلاء يعتبرون مشتركين بالجريمة لديهم نية التنفيذ لديهم الإصرار بالتالي عادة ما تكون الأحكام مبنية على نية المجرم بتنفيذ العمل حتى لو لم يتم تنفيذها أو حتى لو لم يتم القتل لسبب أو لآخر بالتالي هذا هو المعمول به في كل القوانين سواء كانت وضعية أو غير وضعية في نهاية المطاف أقول أنه قانون العفو يحتاج إلى دراسة معمقة ودقيقة وأن يتم عادة إزاحة اللثام عن كل النقاط التي قد تثير مخاوف المواطن العراق بصورة عامة يعني نحن ليس من المنطق أن نرضي عوائل الإرهابيين على حساب عوائل الضحايا عوائل الذين دفعوا الكثير من أبنائهم بحايا لعمليات إرهابية أحمد الكناني اللي كتل هشام الهاشم هم طلع عدم كفاية أدلة مهم إحنا لازم ننصف عوائلهم ذول نعم مسألة عدم كفاية الأدلة يا سيدي هذه عادة بالتحقيق قبل الوصول للحكمة أثناء التحقيق مو أن يتم حكمها وبالتالي يتم المصادق على هذه الأحكام والآن يتم إعادة المحاكمة هذا هو الخطأ الكبير يعني أثناء التحقيق ممكن أن تكون هناك المحكمة أو القاضي يحكم بعدم كفاية الأدلة لكن أن تصل الأحكام إلى مرتبة القطعية والمصادق عليها من قبل محاكم التمييز ما ممكن القبول بمسألة عادة النظر بالمحاكمة والأحكام ولعدم كفاية الأدلة أو التشكيك بالإجراءات التي تم إجراءها في فترة سابقة أرجو أن نسجلها نقطة عندك هاي حتى أناقشك بها أروح لسيد علي أستاذ علي أريد أن نفتهم هذا القانون ساري لمرة وحدة يعني يا قانون تقصد أستاذ قانون العفو العام نعم يعني هو خلي أوضح لك جملة من النقاط التي أشار لها الأستاذ المحترم طبعا هو قاعدة في تشريعات قانون العفو أنه قانون العفو يسري على ما قبله يعني قانون العفو 27 ما يمكن أن يسري على ما بعلأه ويسري على ما قبله إلا إذا إلا إذا نص في قانون العفو على خلاف ذلك وإذا عدل هذا القانون طبعا تعرف قراءة ثانية ورح ندخل بمرحلة التصويت رح أيضا يعني يسري على ما قبله إلا إذا نص في القانون على ما بعدها أول نقطة مهمة ثانيا المشروع القانوني اللي ذكرت لك هاي النقاط الثلاثة اللي أثيرت من قبل النواب مرة أخرى ليس بين أيدينا حاولت كثيرا أحصل على النسخة حقيقة غير بوجودة مسألة إعادة المحاكمة أخلي حتيك شوية عن شنو يعني إعادة المحاكمة وإعادة التحقيق سالح سين يقول لك أنا من حقي أتخوف يعني أنه أكو إرهابيين يعني باشر منهم عوائل الضحايا يعني شون يعني هذا مو أنصاف بس بالمقابل عفو الله أستاذ علي أقاطعك بالمقابل اللي اعترفوا تحت التعذيب واللي انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب واللي تحت المخبر السري اعترفوا هذولي هم من حقهم ما ينحكمون إعدام ظلما سوف إعادة المحاكمة عندنا بقانون أصول محاكمات الجزائية أنه من تظهر أدلة جديدة فيما بعد بعد الحكم بعد مصادقة بحكمة التمييز تظهر أدلة مثلا ظهور دليل جديد القاتل يتضح أنه ليس قاتل هذا يقدم طلب للإدعاء العام إدعاء العام يحيل المحكمة التمييز بتفاصيل طبعا هذه إعادة المحاكمة لكن الموضوع اللي يثار هنا فيه قانون عفو إعادة التحقيق ليس إعادة المحاكمة يعني توجد إشكالية ظهرت فيه أثناء التحقيق أدت بالمتهم إلى أن يعترف خلافا لقانون أصول محاكمات جزائية اللي منع استخدام أي شكل من أشكال التعذيب مع المتهم ولكن العادة أتحدث عن القانون فهذه هنا البشكل اللي راح تواجه شينه أستاذ وتحتاج إلى حل من البرلمان أستاذ محمد أنت شلون راح تثبت أنه هذا تعرض إلى التعذيب وبعد هاي المدة طويلة بعد هاي المدة طويلة من 2016 لعدل عزك دهر طويل واللي قبله شو راح تثبت ونعرف في التقارير الطبية أنه بعد 15 يوم الآثار تبدي تذهب يعني الآثار بالجسم تبدي تذهب هل يتم الاحتمال على الشهود؟ لا لا بس هاي المهمة الآن لما يجي القاضي يحقق بموضوع عنده أدلة من يجي مثلا متهم تحت التعذيب ويأترك اعتراف لما يجي عيد محاكمة أكيد أكل أدلة موجودة ومحاكمة هي عادة التحقيق عادة تحقيق العفو هذا أن يفصل حتى بالتطبيق بتواجه مشاكل ما تلقى صعوبات بالتطبيق هذا بالنسبة لي عادة التحقيق وليس المحاكمة بالنسبة لي احتراف متهم على متهم احنا عندنا المادة بيو 25 قانون ونصول محاكمات جزائية انه اذا متهميا اثنيا واحد اعترفه واحد انكر اش راح يصير هنا يفردها محكمة التحقيق تفردها كل دعوة على عدة وتجيب هذا سوي شاهد على هذا حتى يصير شاهد دليل ويحلى في اليمين هذه اهناية ايضا يعني المشروع القانون يحتاج إلى انه يعالجها بدقة استاذ محمد هذا خيوط فاصلة بالتحقيق الجنائي وتحتاج إلى دقة متناهية عند التشريح حتى ما تواجه صعوبات ثلاثة المخبر السري المخبر السري المادة 47 من قانون ونصول محاكمات جزائية اجازة الاخبار الاخبار عن الجرائم هل اتخذت اجراءات ضد اشخاص نتيجة مخبر السري منين راح يعرفها المحكمة عندما تطبق قانون العفو اذا ما شرع منين راح تعرف من المخبر لانه احنا عندنا بقانون ونصول محاكمات جزائية شهادة المخبر السري سرية جدا لا يطلع عليها فقط محكمة التحقيق ومحكمة الجنات او الجناح غري هذا ممكن انه المحكمة تطلع اذا وجدت اخبار مخبر سري هذا ممكن ان يكون سبب للعفو هاي اثنين انت عد عفو استاذ محمد عندك نقطة ايضا يعني مهمة تتعلق بالسريان يعني انت ليس فقط انه الانتماء والارهاب لا طبعا احنا لكل جريمة ثلاثة اركان استاذ محمد فلقى ثلاثة اركان ركن المادي والمعنوي والقانوني شنو الركن المعنوي يعني نية ارتكاب الجريمة وان تقترن هذه النية بالفعل يعني ان عندما اطلق الرصاص على شخص يجب انه اطلق الرصاص من اداة للقتل ونيتي تتجه للقتل مودة اضرب طائر او اضرب حيوان ويصيب هذا صار قتل خطأ والمادة القانونية المنطبقة من الذي التكييف القانوني الوصف من الذي يضع التكييف القانوني البحكمة هل هو اربع ارهاب هل هو المادة 13270 هل هو قتل خطأ هذه البحكمة تضع فلهذا انت عمين دي ايد لك تعريف الانتماء هنا هو ليس يعني محتباطا يعني من جد من الحكومة لا هذا تعريف الانتماء مهم مهم لانه راح تبني تبني علي انت تبني علي اشياء كثيرة قد تنصف ناس تنصف ناس انت راح تنصف ناس خلينا ناخد فاصل سريعا سريعا احتي بتجرد وحيادية لان هذه الأمور قانونية مهمة صحيح خلينا ناخد فاصل سريعا شكرا لكم اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد استاذ صلاح استاذ حسين اثار نقطة مهمة وهي انه يعني انا شون اقدر اطلع ناس متهمين بالارهاب وصدر بحقهم قرار بانه ذول ارهابيين انا ليش اقبل بعادة محاكمتهم وبالتالي انا راح اظلم اهالي الضحايا نعم استاذ محمد يعني اليوم اذا كان عندي واحد من ألف محكوم بالسجون هذا الواحد بريء فيجب علينا ادقق الألف كلها يعني ارواح الناس مو لعبة بيدنا وهي امانة بيد الحكومة بيد صاحب القرار بيد القوة السياسية بيد القضاء العراقي احنا ما نشكك بخطوات القضاء العراقي ولا بقرارات القضاء العراقي لكن القضاء القاضي سيادة القاضية تعامل مع الاوراق المحالة الى من قبل الجهات التحقيقية وبالتالي التشكيك كان دائما بالجهات التي حققت وكتبت هذه الاوراق واوصلتها الى السيد القاضي السيد القاضي يتعامل بالاوراق وبالتالي مصدر الظلم لم يكن القاضي وصدر الظلم الخطوات التي سبقت وصول الأوراق إلى السيد القاضي هناك جهات تحقيقية هناك مخبر سري هذا المخبر السري سيء الصيد إنسان عاث فساد بالمجتمع العراقي إنسان يا أخي مخرب يعني يتحمل ما آلت إلى الأمور كلها يتحمل هؤلاء الآلاف المحكومين الأبرياء الموجودين وأكرر لأنه دافع عن الإرهابيين الإرهابي لي نال جزاء العادل لكن ما ذن بالأبرياء يعني والله يا أخي أنا أتعجب إنسان بريء إنسان بريء اعتقل من بيته بسبب حقد مخبر سري على هذا الإنسان وإنشان من بيته وصاله سنين بالسجن وإنسان باقي العراق كله مثل نور زهير وغيره حر طليق خارج العراق وإنسان مزور مسؤول بالدولة ويزور وهو حر طليق ويتحكم بالكثير من المنافذ السياسية الموجودة بالعراق أخي العدالة العدل هو أساس الملك علينا اليوم أن نكون عادلين مع مجتمعنا حتى نكسب ثقة المواطن العراقي للدولة للبناء الجديد للدولة العراقية أما أنه محكومين وللأسف يعني عدنا أخبار أنه الكثير منهم اتنفذت بهم أحكام الاعدام أيضا مناشدتنا السيد الرئيس الجمهورية أنه أوقف أوقف إصدار مراسيم الاعدام خلي يصدر قانون عفو عام قانون صحيح قانون الكل يتفق عليه وبالتالي بذاك الوقت يا أخي ترى يا جمهورية روح وقع على أحكام الاعدام صادق عليه الشيء اللي تشوفه صحيح نفذه لكن مو بهذه الطريقة ولا بهذا الوقت يعني لا التوقيت الزماني صحيح ولا الحدث اللي احنا اليوم دي نعيشه صحيح هناك نكررها مرارا وتكرارا هناك آلاف من المحكومين بالسجون أبرياء مثل ما احنا حريصين على عوائل الضحايا خارج السجن خلينا أيضا نكون حريصين يا أخي على المظلومين داخل السجن يعني سؤل الإمام علي رضي الله عنه يعني ما هو الشيء الذي أكبر من السماء فقال اتهام البريء اتهام البريء كيف قاري اليوم التهم بريء ويقضي ليلة وليلتين وسنة وسنتين ويبقى بالسجن ومن ثم يحالل الإعدام أخي هذا هذين إجراءات يعني حتى أنا رح رح أخلي المواطن يفقد ثقته بالدولة رح أخلي المواطن يعني اللي ينعدم أخوه اللي ينعدم أبو شنو موقفه من الدولة العراقية هذا الشيء احنا مرينا به سابقا يعني اليوم اللي موجودين بالحكم كانوا معارضة سابقا وذا قول أمرين لذلك إحنا ناشدهم أنه نطلب الرأفة الرأفة بالأبرياء يا أخي يا أخي وسعوا صدوركم حتى لا نكون سبب بإعدام شخص واحد اليوم بالسجن لا نكون سبب أنا على الطلاع أخي الكريم بمية ومية وأربعة طعش شخص أنا على الطلاع بيهم هذه لم تنقل لي أنا على الطلاع بيهم عندما أعيدت محاكماتهم الإجراءات التحقيقية والمحاكمات عام 2016 عندما أعيدت الإجراءات كانت أحكامهم إعدام ومؤبد وخرجوا براءة من السجن هذا الأمر هذا اللي أنا مطلع عليها هذا العدد فكيف الأمر بالآخرين بالتأكيد هناك آلاف في السجن العراقية غيرتنا طيب عندك أمل في هذا القانون ودين لا يسمح أنهم أحد شنو اللي يضمن أنه الأبرياء رح يطلعون ورما يفهم هذا القانون أنا أوجه خطابي أنا أوجه أوجه كلامي إلى العوائل اللي تنتظر أنه أبنائهم ينصفون من خلال تعديل قانون العام في العام أقول لهم هذا القانون تمثيلية ومسرحية تتبجح بها كتلة كتلة سنية معينة أنت في بداية البرنامج قلت أن هذا القانون سني وهذا القانون شيع إلى حوال الشخصية إذا كان هذا القانون سني فأنا أقول لك أن هناك كتلة سنية تتبجح بهذا القانون وسوف تكون سببا في زج الآلاف إلى السجون أنا اليوم إذا عرفت الانتماء مجرد أن الإسم مرد يا أخي محمد آلي أقدر أكتب اسمك وأقدر أكتب اسم أستاذ علي أخونا الكبير أستاذ علي وأستاذ حسين أكتب أساميكم وأجيب برقة وأخلي علي اللوغومات داعش وأقول والله أساميهم مردت شو راح نسوي بذاك الوقت صحة صدور الداعش لو شو تتأكد من الورقة يا أخي يعني صيغة تعريف الانتماء يجب أن تدرس جيدا هؤلاء الناس كانوا تحت سلطة وإرهاب القوة التكفيرية والظلامية اللي سيطرت على المدن بسبب التقصير والفساد اللي كان موجود في الأجهزة الأمنية أنا ما أجي حاسب المواطن على تقصير وفساد من غيره يا أخي ستشيلة كان ممنوع المواطن يمتلك في تلك المناطق فشلون أجي أنا أطالب أنه هو يحمي هذه المناطق وإذا ما أتمكن من حمايتها أنا أجي أتهمة بالإرهاب يعني أنا إذا أظلم مواطني هذه المناطق مرتين مرتين المرة الأولى عندما استبيحت مناطقهم وكانوا ضحية لإذلال وقتل القوى التكفيرية والمرة الثانية أجعلهم ضحية لتعريف مادة الانتماء يعني علينا أن الأمور تدرس وأنا يعني أحيي الأخوة أستاذ علي وأستاذ حسين متفهمين لهذا الأمر عندما قالوا أن هذا القانون يجب أن يدرس جيدا أما الآن فأنا أؤكد لك هذا القانون لن يخدم أحد وتتبجح به كتلة سياسية وهذه الكتلة السياسية ستتحمل ما سيحدث في مناطقنا من جراء هذا التعديل طيب نروح أستاذ حسين أستاذ حسين القيادة بالإطار التنسيقي عصام شاكر يقول الإطار التنسيقي ما راح يساوم مثل ما سمع على قانون يحمل أسرة مقابل قانون يطلق صراحة الإرهابيين يعني ليش هاي النظرة على هذا القانون يعني بالنهاية هم مو بس السنة راح يطلعون من السجون يعني إذا قر هذا القانون شك واحد مظلوم شك واحد عند جنحة ما وصلت حد القتل يطلع به ابتداء يجب التفريق بين القوانين بالتصويت يعني هذا خطأ كبير ترتكبه البرلمان وترتكبه القوى السنية هو التصويت بسلة واحدة لمجرد أن يكون هناك تصويت بسلة واحدة يعني بالضرورة سوف تفوت ملاك التشريعات عادة ما تكون التشريعات لها ملاكات المصلحة والمفسدة بالتالي عندما تكون هناك مصلحة بالتشريع القانون يذهب المشرع ويبدأ بالمصالح العليا وتقدم على المصالح الشخصية وهكذا المفاسد أيضا تكون منظورة أي سيد حسين تفضل الصوت يرجع علي الصوت هذا يرجع علي طيب إذا تتحملنا إلى أن نصلحة حضرتك تفضل يعني إذا تتحمل الصوت من يرجع أتحمل نعم بالتالي بالتالي مسألة التفريق هذه مسألة مهمة لأنه كما ذكرت يعني بغض النظر عن القانون يجب أن يكون التصويت لكل قانون على حدة تتم دراسته بشكل تفصيلي من جميع القوى السنية وجميع الكتال العفو القوى البرلمانية ويتم التصويت يعني لا يتم رفضه لمجرد يعني لاحظنا بمجرد ما أن يكون هناك عنوان لتشريع للسن قانون يكون هناك اعتراض وتكون هناك حملة علامية وحملة تسقيط من دون دراسة موضوعية ودراسة واقعية لهذا القانون وخصوصا على يد مختصين لكن نلاحظ أنه تنتقل المشكلة رأسا عبر وسائل الإعلام للشارع والشارع هو يبدي المواطن يبدي يتصور ويبدي ينطي أحكام على هذا القانون بالسلب أو الإيجاب هذه نقطة مهمة المسألة أنه مسألة المساومة مع الأسف العملية السياسية شرعت الكثير من هذه القوانين بسلة واحدة اليوم أنا عندما أأتي بقانون بمجرد ما أنه الجهة الأخرى أو الأحزاب هذا ما أقول شيعة وسنة وأكراد وأنما الحزب المقابل حتى لا يكون هذا القانون فيه ورقة انتخابية يعني تحسب له على أنه منجز تم تقديمه أبدأ بعملية الاعتراض والتشهير والتسقيط هكذا تحولت الكثير من العمل الأساسي للبرلمان إلى دعاية انتخابية خصوصا وأن الكثير من هذه القوانين يتم طرحها عندما يكون هناك اقتراب لموعد الانتخابات تستخدم هذه كورقة لإثارات يعني حجاها بصراحة قال يعني هي كانت أكو ضغوط سياسية وحتى طبعا نقلا عنه حتى المندلاوي هدد بسحب قانون العفو العام إذا لم يمرر قانون الأحوال الشخصية يعني موضوع مساومة يعني نعم بالتالي تبدأ عملية المساومة وتبدأ الكل جهة تحاول أن تضغط على الطرف الآخر لتمرير هذا القانون هذا خلل يسجل على البرلمان بصورة عامة بقيت كما ذكرت أن القانون يجب أن يدرس بتجرد بعيد عن الانتماءات الطائفية بعيدا عن المصالح الانتخابية الدعائية الحزبية يتم دراسته أنه هل فيه مصلحة عامة لعموم أبناء الشعب العراقي أم لا إذا تم تشخيص أنه فيه مصلحة لا يوجد مقتضي للمعارضة ويجب التصويت عليه ويجب أن يتم تشريعه وسنة أما إذا كان هناك فيه لغط أو أن المفسدة أكبر من المصلحة قطعا لا يتم درء المصالح بالمفسدة ومن هنا نعتقد أن هذا القانون وكذلك بعض القوة لا أقول أنه فيه مع أنه فيه الكثير من العبوات وفيه الكثير من الألغام أعتقد أنه يجب أن يتم دراسة دراسة دقيقة وتفصيلية ويتم إضاحة كل النقاط التي تثير المخاوف ويتم سنة نحن لسنا ضد أن يتم إطلاق صراح الأبرياء على العكس وعادة ما يكون في السجن الكثير من الأبرياء لكن أيضا لا ننسى الجانب الآخر هناك الكثير من المجرمين وهناك الكثير من الضحايا الذين فقدوا أحبتهم وما فقدوا الكثير بسبب هذه الجراحة بالتأكيد ما رح يتخوف أنه ممكن تعاد محاكمة شخص قاتل ويطلعوه بالتأكيد أسأل الدكتور علي دكتور هذا القانون من المفترض أنه يعالج موضوع آلاف الأبرياء اللي يعتقلوا بوشاية مخبر سري أو من انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب في حال خروجهم في حال خروجهم يقدر يحصل على تعويضات يقدر يرفع دعوة مثلا على الضابط مثلا أو على السجان اللي ضربه وعذبه أحسن وهذا استفهام مهم جدا استاذ محمد لأن احنا عندنا مادة في قانون العقوبات العراقي مادة 333 توصل العقوبة إلى السبع سنوات يعني جناية في حالة انتزاع الاعتراف بالإكراه طيب هنا عندما راح يعني مثلا مسألة التزاع الاعترافات بالإكراه وتثبت يثبت التحقيق أن هذا انتزع بالإكراه ورح تشمله بالعفو طيب هنا لازم تفتح دعوة على أو شكوى على الشخص اللي قام بالتعذيب لأنه خالف قانون الصلب حقب الجزاء يعني التفاتة جميلة منك مستاذ محمد هذه أيضا نقطة مهمة ألم أقول لك أنه يعني المسألة تحتاج إلى تمحيص وتدقيق هم قرون القراءة الثانية يعني بقعدنا التصويت يعني الجلسة القادمة راح مادة مادة يصوتون عليها وثم التصويت نهائي يذهب إلى رئاسة الجمهورية وفق المادة 73 وثم ينشر في جريدة الوقاع ورئيس الجمهورية كما تقول المادة 73 حتى لو لم يصادق هو يمرر بعد 15 يوم هذه النقاط هي مهمة جدا مثل ما تفضل أستاذ حسين نحن دائما في أي قانون عفو نبحث عن نقطتين الأسباب الموجبة للتشريع أنت لماذا تشرع القانون القانون هو قاعدة عامة مجردة تريد منها أن تخدم الناس تخدم مصالح الناس تنظم العلاقة بين المجتمع يحتاج هذا القانون برأي إذا شرع لاحظت الكثير من قوانين العفو السابقة أستاذ محمد تضع نقطة منه العود نحن عدنا شرع العود بالقانون الشخص عندما يطلق صراحة ويعود إلى ارتكاب الجريمة يسميه العود العائد هذه تشدد العقوبة يعني في كل جريمة يرتكب يحتاج إلى أن ينصل للقانون إذا شرع طبعا على أنه في حالة تكرار الجريمة طبعا لا نتحدث فقط عن مادة الانتمالات ورح يشمل جناح رح يشمل جنايات يعني كثير قانون العقوبات أستاذ محمد يحتوي خمسمية وستة مادة فقط قانون العقوبات نعم عندنا بالعراق سبعة وعشرين ألف سبعة وعشرين ألف تشريع أغلبية بها عقوبات يعني مثلا التعاطي يشمل العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات فيحتاج نص القانون في حالة تكرار الجريمة أو أي جريمة أخرى تعاد عليه مرة أخرى الجريمتين حتى تضبط الإيقاع تضبط الإيقاع لأنه أنت أهداف العقوبة الجنائية مثل ما تفضل أستاذ حسين تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والعدالة الاجتماعية أنت يجب أن تحمل أطراف الأخرى المتضررة فأنت من تعطي عفو يجب أن تضبط الإيقاع تضبط بشكل كبير أنه في حالة العود في حالة تكرار الجريمة وهذه مهمة جدا أستاذ حتى أنه قرأة مقترح أستاذ محمد بعض الجرائم غير المشمولة يتحدث عن المدة إذا أمضى مثلا نصف المدة أو بدل مالي ودائما المستثنات هذه على صفحة لا 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 تحدث عن المستثنات لكن أكو بعض المثلا بعد الألفين بعد الألفين ستعاش ممكن أن تشتغل البدل المالي ممكن نصف المدة هاي كلها حلول يعني البرلمان يمتلكها كونه هو سلطة تشريحية ودائما القرار أستاذ محمد يصدر بالأغلبية هاي مسألة السلة الواحدة تفسد القانون لأنه سيكون قانون ركيك به عوار ومعرّة ومثلة ما يكون قرارنا دكتور علي ليش يحطه بسلة واحدة يعني مبينة السالة صلاح نعم أكو من ربط موضوع أقرار القوانين خاصة مثل العفو العام برئيس مجلس النواب بالإنابة قالوا ما يريد يمرر هاي شي قانون وينحسب عليه وأكو من قالوا أنه تأخير أقرار هي شي قوانين هو عبارة عن التحضير للانتخابات المقبلة يعني للأسف الشديد اليوم كثير من القوة السياسية الفاعلة تتحمل مسؤولية تأخير انتخاب رئيس مجلس النواب يعني نتفاجئ قبل فترة أحد أعضاء الحزب الذي ينتمي إلى رئيس مجلس النواب السابق يقول لا رئيس بعد الرئيس يعني ماكو رئيس رح يصل إلى رئاسة مجلس النواب بعد الحلبوس قال هذا خرق كبير تجينا إشارات أخرى البعض يتهم السيد محسن المندلاوي بأنه يستفرد بالسلطة الرجل يقول أنا لا أريد أن أستفرد بالسلطة وأنا أريد أنه يكون هناك رئيس مجلس النواب يا أخي أسا اليوم ترى خمسين توقيع من السادة النواب مو في الشي صعب يعني تقدم قبل فترة أعلنت أنه يعدهم ستة وخمسين نائب أنه تحالفوا ستة وخمسين إذن أنتم الستة وخمسين تعالوا وقعوا وطالبوا بعقدة جلسة إذا كنتم أغلبية بقية أعضاء مجلس النواب الأخوة في الإطرار التنسيق أيضا هناك عتب كبير جدا على اليوم لأنه حل الأمر مرهوم بيدهم على اعتبار أنه لديهم مئة واثمانين نائب في مجلس النواب وبالتالي يستطيعون الذهاب إلى عقد جلسة وحل هذه الإشكالية بالتأكيد أخي الكريم أستاذ العمد باختصار خلو منصب رئيس مجلس النواب خلو هذا المنصب من الرئيس ستتوالى الخيبات وسيكون هناك فشل مستمر لأن صلاحيات الرئيس بالإنابة لا تتساوى مع صلاحيات الرئيس بالأصالة وبالتالي يجب أن يكون هناك رئيس لمجلس النواب خلال هذه الفترة قليلة يعني ما تبتد الفترة إلى شهر وشهرين وبالتالي لا قيمة للمنصب إذا ما أتى أي رئيس بعد هذه الفترة أستاذ حسين باختصار لماذا وصلنا مرحلة أن أقرار القوانين صار عبارة عن مشي لهذا القانون ومشي لك هذا القانون مسألة العملية السياسية بعد 2003 مبنية على التوافقات وأنها غير مبنية على مبدأ الديمقراطية والأغلبية بالتالي أصبحت سن القوانين مسألة أيضا لابد أن يتم تمرها بالاتفاق باعتبار أنه كل مكون هو ناظر للمكونات التي يمثل الجهات التي يمثلها وكأنما هو مرآة وصورة للشعب الذي يمثله عندما يكون هناك طرح لقانون بمجرد ما تكون هناك مقترحات تبدأ المقترحات تترى ونلاحظ ثلاث مقترحات الغريب يعني كانت الجلسة السابقة فيها ثلاث مقترحات مقترح للشيعة ومقترح للسنة ومقترح للأكراد وهذه ظهر خطرة ولا ينبغي الوصول إلى هذه المرحلة شكرا جزيلا لك أشكر ضيوفي الكرام البحث في الشأن السياسي حسين الكناني وكذلك المحلل السياسي صلاح الكبيسي والخبير في الشأن القانوني الدكتور علي التميمي أشكر أيضا موصول لكم مشاهد الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة